بحث الأمين العامل للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح عبود العمقي بمساقات البرد اليمني والعربي للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العامل للمجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية الدكتورة أثمار حسن علي بحضور المدير العامل مكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحة لحضر موت الدكتور محمد الجمحي ورئيس فرع المجلس اليمني للتخصصات الطبية بساحل حضر موت البروفيسر عامر سالمين بالعفير وتطرق اللقاء مساعي وجهود فرع المجلس اليمني لتخصصات الطبية والصحية بساحل حضر موت ومكتب وزارة الصحة العام والسكان لتشين مساق البرد العربي للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية في مستشفيات المحافظة وأوضح الأمن العام للمجلس المحلي إلى ضرورة البدء في الخطوات ووضع اللبنات الأساسية لتأهيل الكوادر الطبية لما مشأنه تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأضاف أن هذا العام سيشهد نقلة نوعية في تحسين البنية التحتية لعدد من المستشفيات الحكومية وأضافت عدد من غرف العمليات والسعات السريرية وتأهيل الكوادر الطبية العاملة فيها لاستيعاب المرضى من داخل المحافظة والوافدين إليها وأكد الأمير العام للمجلس اليمني على أهمية دعم السلطة المحلية في الفترة القادمة مقدمين شكرهم على وقوف السلطة المحلية لمساندة جهود عمل فرع المجلس في ساحل حضر موت والذي أسهم بشكل كبير في تسيير عمل المجلس